تتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر بدءا من اليوم وستعمل الرئاسة المصرية للمجلس على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية تحت شعار صون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية تتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي لمدة عامين كممثل عن أقليم شمال أفريقيا وسط سياق أقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتشاورة بشفافية لتحقيق أهداف أجندتي للتحاد الأفريقي للتنمية 2063 وتتمحور سياسة مصر خلال رئاستها حول عقد مشاورات حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية اتساقا مع ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الأعمار والتنمية مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي محمد جاد أعلن أن برنامج السياسة المصرية لرئاسة الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي يتضمن الترتيب لزيارة إلى بورسودان والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في الخامس عشر من أبريل من عام 2023 في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية وتهيئة المجلس والاتحاد الأفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض ولتحمل مسؤولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة هذا وتشمل السياسات المصرية أيضا عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ولجنة الأمم المتحدة لبناء السلام كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشؤون المالية والإدارية والتي تترأسها مصر بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الأفريقية كما يتضمن ملف مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي عقد جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام فضلا عن عقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية والوضع الإنساني في القارة وقضايا المرأة والمناخ والسلم والأمن